السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة أهلاء التعليمية. أعزائي تلاميذ فيديو تاليوم هو من سلسلة تعليم الكتابة في اللغة الفرنسية. رح نشوف مع بعض مقايز كتابة الحروف الفرنسية في كتابة كيفش نكتبوه في الكراس. رح نديره سلسلة خاصة بتعليم الكتابة. هكذا بش نحسنه من مستوى تلاميذنا الاعزاء. رح نحاولو نشوفو نقسمو الحروف بتاعنا. رحب كيفية تكتبوا. السلسلة اللي رح نديروح ان شاء الله نحاولو في كل اسبور. نعطيكم جملة. وانتو ما تعودوا تكتبوها بش هكذا. يتحسن الخطة تاعكم لانو كيفوتو نهزو الحروف بتاعنا مع اللول. بطريقة صحيحة. كل ما تكبروا صحيحة. تعودوا تعفوه تكتبوه بخط مليح. تعفوه تكتبوه بطريقة صحيحة. الكريتور ان كورسيف. احنا اياه بدينا هنا اياه بالماجسكول. عنا ماجسكول. هذو ما الحروف بتاعنا كامل. اول حاجة مش لازم يكون يعرف الطفل بلي راهو هذي الخط. الخط هذي الخط اللي نكتبو عليه هو سموه لالين. جي عنا الخطوط هذي الخطراء. هذو ما سموهم لازم تغلين. احنا اياه نقولوا وانا هذا الحرف اللي يطلع. اا اولا دخوز يامن تغلين. كل حرف وش يطلع. واحد يوصل حد هنا واحد يوصل حد هنا. احنا اياه في الماجسكول كاميراكم تشاهدوا كامل. يروحوا حتى التخوز يامن تغلين. احنا وش نقولوا? نقولوا هذي الصفر واحد اثنان ثالثة. هام كامل يجيو في الخط الثالثة. اول حاجة لازم تعرفوها في الماجسكول لازم كامل يجيو يطلعو حتى للخط الثالث. ها كامل عنا ا بي س د ا ا اف جي. ها هذي الجي يطلع الفوق ويها بتلتحت. يعني بتلتحت لازم نعلمو التلاميذ بتاعنا بلي راه اي حرفيها بتلتحت راه ويها بتغير دوزين تغلين. يعني بتغير زوز درجات. عنا صفر واحد اثنان. صفر واحد اثنان ثلاثة. يطلعو كامل في الماجسكول. للخط الثالث مبصح الهبطة دائما كعنا غير دوزين تغلين. عش اي. اها. قلنا يطلعو كامل الفوق. الماجسكول كامل يطلع. السطر الثالث مبصح. الحرف اللي هي عبطة لتحت. فيه الهبطة لتحت. كيما جي جي. يعبطو غير زوز درجات. جي. كا. ال. ام. ان. او. بي. كو. ار. اس. تي. او. و. دوبلو. و. اكس. اي. ازال. هنا يا الحرف بتاعنا كاين فيهم اللي تشابه. لازم نحاولو نكونو نستعملو مع التلاميذ الحيلة. بار اكزمبل هنا يا. ها هيكتي. ها. جبل هكا يطلع فرد واحدة وجي نقسموه في البس. ها هي نصف دائرة ونديرو نبدو هكو نديرو نصف دائرة. دي. ال. ا. ال. اش. كيفو تتعلم هو بعض الحرف جي سهلة. كيما ال. هاي زي. جي. ال. او. جي. هم زيبانا. ال. ام. ان زيبانا. ال. او. هاي زيبانا. انا زيبانا هنا. بالنسبة للذكر نقولو لهم. زيبانا هو تعزوغو. هكذا بشي يشفعو عليهم. مهم لازم تعاملو شوية بالحيلة. بشي تعلمو. بطريقة ندخليهم مش يملو من. لازم نحببوهم في اللغة. نظر كان روحو للميني سكول. راح نقسموهم. كاين اللي يطلع للخط الاول. كاين اللي يطلع الخط الثاني احنا يا راح نقسموهم مع بعض. كيما احنا يا قلنا فقط الحرف المجموعة هذي تعال الحرف هذي يطلعو فقط. خيميار انتغلين. اللي يطلعو فقط للسطر الاول. وشي هما الحرف هذي? عنا الا. عنا السي. عنا الا. عنا الاي. ام. ان. او. ار. اس. او. في. دوبلو في. اكس. خذوما الحرف دائما. يطلعو فقط للسطر الاول. اغلبية على الحرف يجيو يطلعو. انكو. ها يطلعو سطر واحد. احنا يا كيفاش نخليوه يتعلم هذي يهزهم اكذا مجموعات. نحاولو في كل مرة نعطيوه. المجموعة هذي الاولى. نحاولو نعطيوها لو يكتبها. يطلعو فرض سطر. هكذا راح يتعلمها. فولا. نفوتو نعطيو حرف الام يشفى عليه. بلي راهو يطلع سطر واحد. بل او يشفى عليه. الان نروحو المجموعة الثانية. اللي هي يطلعو. اللي تطلع سطرين. اللي هما ثنين. يطلعو ثنين هما ثنين. ها هكذا بشتشفوا عليها. عنا الدي وعنا الدي. نطلعو للسطر الاول ونزيدو من السطر الثاني. سطر الاول السطر الثاني. ثنين ثنين. نظركو نروحو للحروف اللي تطلع حتى للسطر الاخير. مش عنا اول حاجة عنا المجيسكول. نفرغ منو. احنا نظرك في المجيسكول. عنا البي. ها. البي لازم يطلع حتى الفوق. الاش. الك. ال. وعنا الاف. الاف. ها. كما رفنشوفو يطلع الفوق خلاص. ويزيد يهبط التحت. نقول نطلع. هو من الحروف اللي تطلع للسطر الثالث. ومن الحروف اللي تهبط تحت السطر. احنا يقولنا بلي رأي ينهبطها دائما فيها سطرين فقط. هزا هي المجموعة الثالثة. تالح حروف اللي تطلع تلافة. لان نروحو نشوفو المجموعة تالح حروف اللي تحت. هي الساعة تطلع درجة واحدة. ها. تطلع للسطر الاول. بعدها تهبط التحت. الهبطة يقولنا دائما راهي دوز انترلين. نهبطو. سطرين. عندنا جي جي بي كو. هزا يقولو كو ولا كو لان. ساعات يجي واحدة وساعات فيه الاول. ايقراك وعنا الزاد. هزو هما الحروف متاعنا. قلنا في كل مرة تحاول كل الام تعطي لولدها مجموعة منهم. مثلا تعطيهم الاسبوع هذا تركز له على الحروف اللي تطلع سطر واحد. اكتبها مرة اثنان. اه في الاسبوع يكتبها مثلا مرتين ثلاثة. صاي ذوك يشفع ليهم. قلنا تعال اللي تطلع سطرين هاو صاي يشفع ليهم. الان من الفيديو هذا راح يشفع ليهم. باللي رغم عنده الدي والتي. بعد الاسبوع اخر دي تركز له على الحروف اللي تطلع ثلاثة اسطر. بي اش كال اف. اسبوع اخر تركز له على الحروف اللي تطلع وطهبط. اللي فيها تطلع وهبطها هي حتى هي سهلة. تطلع درجة واحدة وطهبط سطرين. هكذا نكون وصلنا نهاية الفيديو تعنات عنها اليوم. ان شاء الله نكون فدكم ولو بالقليل. من فضلكم ما تنسوش دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. حتى يصي لكم جديد الدروس. ملتقنا فيديو اخر. الى اللقاء.